مجلس حقوق الإنسان يعتمد مشروعين بشأن دعم وحماية حقوق الإنسان في اليمن وسط انقسامات غير مسبقة ومواقف متشددة من جانب الحكومة والتحالف حيال القرار القاضي بتجديد ولاية الخبراء الإقليمين والدوليين البارزين مشروع القرار الهولندي الذي اعتمد تحت البند الثاني من أجندة مجلس حقوق الإنسان هو الأكثر إثارة للجدل لكون الفقر الثانية عشر منه تقضي بالتمديد لولاية فريق الخبراء البارزين الذي تشكل في شهر سبتمبر من العام الماضي ولمدة عام قابل للتجديد وهو أمر رفضه بشدة معظم أعضاء المجموعة العربية لكن هذه المجموعة نجحت في حمل المجلس على اعتماد قرار آخر تحت البند العاشر من أجندته دون تصويت نظرا لعدم وجود معارضين ويقضي هذا القرار بمواصلة تقديم الدعم لللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان ممثل حكومات اليمن والسعودية والإمارات والبحرين ومصر اتهموا في بيان مشترك مجلس حقوق الإنسان بالفشل في اعتماد مشروع قرار موحد بشأن الأوضاع في اليمن الحكومة اليمنية زادت وأكدت في بيان مفصل صادر عن وزارة الخارجية رفضها للفقرة الثانية عشر من مشروع القرار الهولندي الخاص بتمديد ولاية فريق الخبراء وأنها لن تتعاون مع الفريق المذكور من منطلق حقها كدولة عضو في الأمم المتحدة بعدم المساس والتدخل بشؤونها الداخلية من جانبه حمل وزير حقوق الإنسان الدكتور محمد عسكر الدول التي صوتت في مجلس حقوق الإنسان لصالح القرار الهولندي مسؤولية انقسام المجلس بصورة غير مسبوقة ستقلل من فعالية قراراته مستقبلا في كل دول العالم على حد تعبيره وعلى العدالة الدولية أن تعاقب القتل منظمات وحقوقيون دوليون رحبوا من جهتهم باعتماد مشروع القرار الهولندي حيث اعتبرت الناشطة الحقوقية العالمية الحائزة على جائزة نوبل للسلام توكل كرمان أن هذا القرار يصب في مصلحة محاكمة مرتكبية الانتهاكات في اليمن وأعربت عن أملها في أن يتمكن التقرير القادم للفريق من إحالتهم إلى محكمة الجنايات الدولية فيما اعتبر كبير مسؤولي برنامج أنشطة كسب التأييد بمنظمة العفو الدولية كيف ويلان أن القرار يرسل رسالة واضحة إلى جميع مرتكبية الجرائم بموجب القانون الدولي في اليمن مفادها أن الإفلات من العقاب ليس خيارا مطروحا المهمة الأكثر صعوبة بانتظار مجموعة الخبراء الإقليمين والدوليين البارزين في ضوء رفض الحكومة تجديد ولايتهم وهو الأمر الذي يضع الحكومة في مواجهة المجتمع الدولي على الرغم من سلامة موقفها الحقوقي والإنساني في نظر المراقبين